بسم الله الرحمن الرحيم يأتي المؤتمر لمناقشة الكثير من القضايا المتعلقة بأمراض الدم والأورام وزراعة الخيل الجذعية لدى الأطفال بعد التقدم الكبير الذي حدث في هذا المجال وبعد نشر الكثير من الأبحاث العلمية والتطورات الكبيرة التي حصلت في السنوات الأخيرة يعتبر مستشفى الملك فاد التخصصي وممثل في مركز الأورام وقسم أمراض الدم والأورام لدى الأطفال من المراكز الرائدة في منطقة الخليج لعلاج هذه الأمراض ويأتي هذا المؤتمر تتويجاً لهذا التقدم في علاج أمراض الدم والأورام وزراعة الخيل الجذعية واستكمالاً للأبحاث والتقدمات الكبيرة التي حصلت في هذا المجال وقد تم اعتماد هذا المؤتمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ 24 ساعة تعليم طبي مستمر المحاولة الرئيسية لهذه المؤتمر هي أمراض الدم والأورام وسرطانات الدم وسرطانات الغدر اللمفوية وزراعة الخيل الجذعية والعلاج التلطيفي بالإضافة إلى التغذية الخاصة بالمصابين بهذه الأمراض يشارك في هذا المؤتمر نخبة من الخبراء والعلماء والأطباء في أمراض الدم والأورام وزراعة الخيل الجذعية لدى الأطفال من داخل وخارج المملكة العربية السعودية وعلى سبيل المثال من المتحدثين العالميين الذين سيشاركون في هذا المؤتمر الدكتور باتريك كامبل والدكتور ستيفن من الولايات المتحدة الأمريكية ومن النمسا دكتورة كريستينا بيتر يقام في المؤتمر العالمي لأمراض الدم والأورام معرضاً تشارك فيها الكثير من القطاعات الصحية وخصوصاً الشركات المهتمة بعلاج بتشخيص وعلاج أمراض الدم وزراعة الخيل الجذعية لدى الأطفال نتشرف بدعوة كافة الزملاء من داخل وخارج المملكة العربية السعودية للمشاركة في هذا المؤتمر وخصوصاً المستشفيات والجامعات ومراكز الأبحاث والشركات المهتمة بتشخيص وعلاج مثل هذه الأمراض ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر نراكم بإذن الله تعالى في المؤتمر العالمي لأمراض الدم والأورام وزراعة الخيل الجذعية والذي سيقام في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 2018 أخوكم الدكتور سعد بن أحمد الدعامة استشاري أمراض الدم والأورام وزراعة الخيل الجذعية بمستشفى الملك فادة التخصصي بالدماء اشتركوا في القناة